بسم الله الرحمن الرحيم إخواني مهندسي الشبكات في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو التاسع والخمسون من سلسلة فيديوهات النيتورك بلس طبقة النقل ترانسبورت لاير وهي الطبقة الرابعة من طبقات نموذج الأو سي آي الأوبن سيستم سيستمز انتر كونيكشن وترتيبها في الطبقة الثالثة في نموذج TCBiB ويطلق عليها host host وتحتوي على البروتوكولات المسؤولة عن عملية نقل البيانات حيث تحتوي على بروتوكول نقل البيانات الموثوق في هو TCB وبروتوكول نقل البيانات السريع هو UDP وتحتوي على أرقام المنافذ والتي يتم استخدامها سواء من ناحية المرسل والمستقبل للبيانات كذلك في هذه الطبقة يتم تقطيع البيانات وتغليفها ضمن قطع بيانات يطلق عليها تاتا سيجمينت التفي تي بي بروتوكول نقل الملفات البسيط وهو بروتوكول نقل بيانات شبيه ببروتوكول الاف تي بي ولكن بشكل أبسط من الاف تي بي فهو لا يحتوي على الخصائص الموجودة في بروتوكول نقل البنفات الاف تي بي فالتي في تي بي لا يقدم أمن أو تصحيح الأخطاء للبيانات التي يتم نقلها ويتم استخدامه لنقل البيانات ذات الأحجام الصغيرة وعلى مستوى الشبكة الواحدة ويتم استخدامه في عملية نقل أنظمة التشغيل الخاصة بجهزة البنية التحتية للشبكة وإعداداتها مثلا لو كان عندنا جهاز راوتر مثلا ونبغى نقوم بنقل الإعدادات الموجودة عليه فوقتنا نستخدم بروتوكول تي في تي بي طبعا ننقلها بحيث نحتفظ فيها كنسخة احتياطية تروجين هورس حصان طرواطة وهو يكون على شكل برنامج مجاني أو صورة أو ملف ويحتوي بداخله على برنامج ظار مثل فيروس أو برنامج جستوس أي أنه يعتمد على الخداع ظاهره برنامج نافع ولكن بداخله برنامج ظار ترانك لينك وهو نوع الرابط والمنفذ الذي يربط فيما بين سويتش وآخر أو مبدل وآخر أو جهاز مبدل مع موجه يعني سويتش مع جهاز راوتر حيث من خلالها يتم نقل البيانات التابعة لأكثر من فيلان واحدة وتلقائيا تقبل نقل بيانات جميع الفيلانز الموجودة في داخل المبدل إلى الطرف الآخر طبعا يمتد لدينا بروتوكولين عندنا يعملان في ضمن الترانك لينك عندنا 802.1Q وهو الذي ينصح فيه وهو الأكثر استخداما لأنه وكذلك هو عام لجميع الأجهزة وعندنا l-ISL اللي هو خاص بشركة سيسكو T-Series Connections المعيار T للاتصالات وهذا المعيار يتم استخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية يتم فيها وصف سرعات قدوط الشبكة الواسعة الرقمية والتي يتم استئجارها من شركات الاتصالات الأنفاق Tanneling وهي عبارة عن نفق اتصال وهمي يربط فيما بين جهازين أو شبكتين أو نظامين ويتم استخدامه عند استخدام شبكة عامة مثل الإنترنت في عملية الربط ويقوم النفق بالسماح بمرور البيانات بداخله مشفرة من خلال بروتوكول من بروتوكولات تشفير الأنفاق مثل ال-IP Security ويتم استخدام تقنية الأنفاق مع ال-FBN والتي تعتمد في عملية ربطها على شبكة الإنترنت Twisted Bear Cable الكابل المجدول وهو من أشهر أنواع كيابل الشبكة استخداما ويتكون من ثمانية أسلاك كل سلك بلون مختلف عن الآخر بحيث يتم ترتيب الألوان بطريقة معينة لربط معين ويتم كبس أطراف الكابل المجدول بال-RG45 ويوجد نوع آخر من الكابل المجدول يتكون من أربعة أسلاك ويتم كبس أطرافه بال-RG11 ويتم استخدامه في نقل الصوت الخاص بالهواتف الأرضية ال-UPS جهاز مانع انقطاع الكهرباء وهو جهاز يقوم بوظيفتين الوظيفة الأولى وهي عملية تنظيم الكهرباء وذلك لأن الكهرباء ليست منتظمة وإنما هي في حالة ارتفاع وانخفاض وجعلها على فولتية ثابتة يحافظ على الأجهزة الكهربائية ويطيل من عمرها ومن ضمن الأجهزة الكهربائية أجهزة شبكة نقل البيانات الوظيفة الثانية لل-UPS هي تخزين الكهرباء حيث تحتوي بداخلها على بطارية تخزن الكهرباء بحيث عندما تنقطع الكهرباء فإن ال-UPS يجعل الجهاز المتصل به يعمل لفترة زمنية تختلف من UPS لآخر وكل ما زادت المدة الزمنية التي يعمل فيها ال-UPS بعد انقطاع الكهرباء كل ما كان ال-UPS بسعر أغلى يونيكس وهو نظام تشغيل تم إصطاره أول مرة في عام 1960 يتميز يونيكس بأنه بيعمل كنظام تشغيل خاص بالخوادم ويعتبر واحد من أقدم أنظمة التشغيل الخاصة بالخوادم وأكثرها كفاءة انريليبل غير موثوق فيه وهو يطلق على بروتوكول نقل البيانات دون أن يتأكد من أنها وصلت سليمة إلى الطرف الآخر ولكن في المقابل يعتبر سريع في عملية نقل البيانات مما يجعله مناسب للبيانات التي تعاني حساسية تجاه التأخير مثل بيانات الصوت وبروتوكول نقل البيانات الغير موثوق فيه يتمثل في بروتوكول ال-UDB انشيلدد الغير مغلف وهو يطلق على كيابل الشبكة التي تحتوي على هنا نفروض التي لا تحتوي على شكل من أشكال التغليف وتعتبر أرخص سعرا وأكثر مرونة وسهولة في التركيب ولكن لا ينصح بتركيبها في الأماكن التي تحتوي على إشعاعات كهرومغناطيسية وأشهر الكيابل الغير مغلفة هي الكيابل المجدول الغير مغلفة والتي يطلق عليها ال-UDB انشيلدد توستد بير كابل التحديثات عملية التحديث وهي تعني التحسين والتحديث في الشبكات يتكون من نوعين النوع الأول التحديث المادي وهو تحديث أجيزة الشبكة مثل تركيب رامات إضافية أو تغيير المعالجات إلى معالجات أسرع أو زيادة أحجام الأقراص الصلبة والنوع الثاني من التحديثات هو تحديث البرمجيات الموجودة في الشبكة مثل تنزيل التحديثات الخاصة بأنظمة التشغيل والبرامج الموجودة في الشبكة من خلال مواقع الشركات المنتجة لها منما يحسن من أداء هذه البرامج كذلك تحديث أنظمة التشغيل والبرامج من إصطارات قديمة إلى إصطارات حديثة كالتالي عندنا السورس بورد والتستينايشن بورد طبعا المقصود هنا السورس بورد نمبر والتستينايشن بورد نمبر وعندنا اللينكيث وعندنا الاتشيك سم من خصاص اليو دي بي أنه عديم الاتصال كونيكشن لست وأنه لا يقوم بالتأكد من وصول البيانات تاتا ريسيفت لا يقوم بتصحيح الأخطاء لا يقوم بفحص حالق الشبكة نتوورك ستيت ولكنه في المقابل هو حجم كحجم البيانات رح يكون أقل بالإضافة إلى أنه سريع في عملية إرسال البيانات وهذا يجعله مناسب مع بيانات الصوت والفيديو فيرجوال سيركيت الدائرة الافتراضية وهي ترمز إلى المسار الذي يتم إنشاؤه فيما بين المرسل والمستقبل في داخل سويتشات أو مبدلات مزودي الخدمة اللي بيقوموا بإدارة وصيانة وإنشاء الشبكة الواسعة ويوجد نوعين من الدائرة الافتراضية عندنا اللي هي الدائرة الافتراضية الثابتة اللي هي زي الباكت سويتشينج وفي عندنا الدائرة الافتراضية اللي بتكون بناء على الطلب وعند الانقطاع يتم قضع الطلب واللي متمثلة في سويتشينج فيرجوال سيركيت فيرجوال لان الفيلان الشبكة المحلية الافتراضية وهي التي من خلالها يتم تقسيم المبدل الفيزيائي اللي هو جهاز السويتش الواحد إلى مجموعة من المبدلات الافتراضية بحيث يتم إنشاء شبكات محلية افتراضية بعدد أقسام الشركة بحيث كل قسم يملك فيلان خاصة فيه ويتم توزيع منافذ المبدل فيما بين الفيلانز بحسب عدد المستخدمين في كل شبكة محلية افتراضية طبعا الفيلان أو تطبيق الفيلان في داخل الشبكة يعود علينا بالمنافع التالية أول حاجة بيجعل الشبكة أسرع وذلك لأننا قمنا بتقسيم مجال البث الواحد البرودكاست دومين إلى عدد من مجالات البث الأصغر حجما كذلك يجعل عملية إدارة الشبكة أسهل وبالإضافة إلى أنه بيعتبر سيكيوريتي حماية للشبكة وذلك لأننا نعزل كل بيانات خاصة بكل قسم على حدة وبالتالي تكون عملية أن شخص موجود في قسم يتجسس مع البيانات قسم آخر تكون أقل احتمالية في حدوثها لأن كل قسم هو منعزل عن الآخر الفي بي ان الشبكة الافتراضية الخاصة وهي شبكة تستخدم شبكة عامة مثل شبكة الإنترنت كعمود فقري لإنشاء شبكة خاصة تربط فيما بين الفروع فيروس وهو برنامج يقوم بإلحاق الظار بأنظمة أجهزة الكمبيوتر أو ملفاتها أو كلاهما وسمي بالفيروس لأنه مثل الفيروس البشري والذي عندما يصيب شخص فإنه ينقل العدوى إلى جميع الأشخاص الذين يتواصل معهم نفس الفكرة بالنسبة للفيروسات الكمبيوتر فعندما يصيب كمبيوتر فإن العدوى تنتقل إلى جميع الأجهزة المتصلة بالجهاز المصاب فويب اختصار لفويس أوفر انترنت بروتوكول والذي يعني الصوت من خلال بروتوكول الانترنت وهي تقنية نقل الصوت من خلال شبكة نقل البيانات ببروتوكول الانترنت اللي هو الـ IP في ام بي اس اللي هي اختصار لفيلان منيجمنت بوليسي سيرفر وهي تطلق على قاعدة البيانات الخاصة بالديناميك فيلان وفكرتها تشجيل العناوين الفيزيائية طبعا هي مش ديناميك ايه ديناميك فيلان وفكرتها تشجيل العناوين الفيزيائية للأجهزة وربطها بالفيلان ستتابع لها بحيث أنا كل عنوان فيزيائي أقوم بتشجيله بيتم ربطه بفيلان معينة فلما يجي الجهاز صاحب مثلا الـ IP الفلاني مثلا صاحب الـ IP0A عندما يتصل بمنفذ من منافذ السويتش فان السويتش راح ينظر إلى الفي ام بي اس فيرى أنه في داخل الفيلان اثنين فيقوم بضم الجهاز اوتوماتيكيا إلى الفيلان اثنين في بي اين كونسنتراتور خادم الاتصال الخاص الافتراضي ونستطيع أن نطلق عليه اسم في بي اين سيرفر حيث يتم من خلاله إنشاء الحسابات الخاصة بمستخدمي الشبكة والذين نسمح لهم بأن يتصلوا بالشبكة عن بعد باستخدام الفي بي اين ويب سيرفر خادم استضافة المواقع ومن خلاله نقوم باستضافة مواقع الانترنت والسماح للمستخدمين بالاتصال عليه والتصفح المواقع من خلاله الوان وايد ايريا نتورك الشبكة الواسعة وهي مجموعة من الشبكات المحلية المتصلة ببعضها البعض وكذلك قد تكون شبكة واسعة خاصة بشركة الاتصالات وتقوم بربط الفروع ببعضها البعض واكبر شبكة واسعة على مستوى العالم هي شبكة الانترنت وير وير كرمبر او اداة الكافس وهي اداة يتم استخدامها في عملية كافس الارشي خمسة واربعين او الارشي حداش في نهاية الكابل المجدول طبعا هنا في خطأ املائي المجدول وذلك لكي نحد لكي نتمكن من ربطه في المنافذ الفيزيائية مثل منفذ كارت الشبكة منفذ المبدل منفذ الموجه وغيرها من اجهزة الشبكة اللاسلكي تقنية اللاسلكي وهي تقوم بنقل البيانات فيما بين الاجهزة من خلال الهواء بمعنى ادق من خلال موجات الراديو الموجودة في الهواء والتقنية اللاسلكية موجودة من حولنا وتتمثل في الهواتف الخليوية البلوتوث وبالنسبة للشبكة اللاسلكية ويرمز لها بالمعيار 802.11 وأشهر التقنيات اللاسلكية هي المستخدمة في الشبكات المحلية والتي يطلق عليها الواي فاي ومن خلالها من الممكن تبادل البيانات وتزويد المواقع باتصال الانترنت واب اختصار لويرلس اكسس بوينت نقطة الوصول اللاسلكي وهو عبارة عن جهاز يعمل في الشبكة اللاسلكية حيث من خلالها أو من خلاله يتم توفير نقطة مركزية لاسلكية لتجعل اجهزة الشبكة اللاسلكية تتمكن من ان تتصل ببعضها البعض وتتبادل البيانات فيما بينها البين ويندوينغ وهي عملية من عملية التحكم بتدفق البيانات حيث من خلال الويندوينغ بيتم تحديد مقدار البيانات التي يتم ارسالها من المرسل الى المستقبل ويتم ذلك من خلال المصافحة الثلاثية للتي سي بي حيث يتم من خلال تحديد مقدار البيانات المرسلة بناء على سرعة الخط وتتغير سواء نزولا او ارتفاعا اثناء عملية ارسال البيانات وذلك تبعا لحالة الربط اللي بيربط فيما بين الجهازين Workstation يطلق على جهزة الكمبيوتر الموجودة في الشبكة والتي ليست تعمل كخادم والتي يستخدمها مستخدمي الشبكة لكي يتمكنوا من العمل في داخل الشبكة الدودة Warm تصيب الدودة الحواسيب الموصولة بالشبكة بشكل أوتوماتيكي ومن غير تدخل الإنسان وهذا الأمر يجعلها تنتشر بشكل أوسع وأسرع عن الفيروسات الفرق بينهم هو أن الدودة لا تقوم بحذف أو تغيير الملفات بل تقوم بتهليك موارد الجهاز واستخدام الذاكرة بشكل فضيع مما يؤدي إلى بطء ملحوظ جدا للجهاز وكذلك باتصاله بالشبكة تختلف الدودة في عملها من نوع لآخر فأعضها يقوم بالتناسخ داخل الجهاز إلى ععدات هائلة بينما نجد بعضها يتخصص في البريد الإلكتروني بحيث تقوم بإرسال نفسها برسائل إلى جميع الموجودين بتفتل العناوين بل أن البعض منها يقوم بإرسال رسائل قذرة لعدد عشوائي من المقيدين بتجل العناوين بإسم مالك البريد مما يوقعه في الكثير من الحرج إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو وبنهاية هذا الفيديو نكون وصلنا إلى نهاية قاموس أو القاموس الذي يحتوي على أهم مصطلحات دورة النيتورك بلس إن شاء الله الفيديو القادم اللي هو الفيديو الستون والأخير في دورة النيتورك بلس رح نتكلم فيه عن كيفية تأسيس نفسك لكي تصبح مهندس شبكات ورح نتكلم عن المجالات المختلفة اللي ممكن أنك تتخصص فيها في مجال الشبكات حتى أراكم إن شاء الله في الفيديو الستين أو الستون أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر